اشتركوا في القناة كما هو الموز وما هي فوضه الصحية والعلاجية للتخلص من الكثير من المشاكل الصحية الموز هو احد انواع الفوكه الاستوية وهو يعتبر من اهم انواع الفوكه الثمانية في العالم تعتبر ماليز الموطن الاصلي لزروعة الموز ثم انتقل للهند والصين بعد ذلك في القرن السادس الميلادي وبعدها انتشرت زرعته في كل انحاء العالم الموز هو احد انواع العشاب وليس شجرة ويوجد منه الوان كثيرة اشهرها الاصفر ومنها اللون الارجواني واللون الاحمر واللون الاخضر ويتميز الموز عن غيره من الفوكه بحلاوة طعمه وتميز نكاته وتوفره في الاسواق طيلة ايام العام وسهولة نقله وتخزينه وتعتبر الهند حاليا الدولة الاولى في تصدر الموز تليها الصين وتليها الفلبين وقد استخدم الموز في الطب الهندية الشعبي والطب الفارسية القديم كنوع من انواع العلاجة للكثير من الامراض وكانوا يعتبرونه سر الشباب الدائم للموز فوضة صحية عديدة فهو يحسن المزاجة ويخلص من الكآبة كما انه مفيد لفقر الدم حيث يعتبر غنيا بالحديد الذي يحتاجها الجسم لانتاجه المغلوبين الموز ايضا يساعد في مكافحة ضغط الدم وذلك لغنيه بالبوتاسيوم وهو ايضا لنفس السبب يساعد في تحفيز القدرة الدماغية كما يعتبر الموز علاجا للكثير من مشاكل المعدة فهو علاج لمشكلة الامساكة لاحتويه على الالياث كما يعالج حمرة المعدة وغثيان الصباحة وقرح المعدة يساعد الموز ايضا في علاج عضاة البعوض وتخفيف التورمات والاحمرار هو يساعد المدنين كذلك خاصة المدخنين في التخلص من تأثير انسحاب نيوكاتين من الجسم وهو يعمل كذلك على تهداة العصاب ويستطيع السيطرة على درجة حورة الجسم بالإضافة إلى ما سبق فإن غناه بالبوتاسيا مجعل منه عنصرا فعالا في توازن الجسم وتخليصه من الإجهاد والتعب وهو مفيد للنساء في فترة الدورة الشهرية والذي يحسن المزاج ويسكن الألم الموز يعتبر غذاء الرياضيين حيث ان احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن يجعل منه مصدرا طبعيا للطاقة ويمد الجسم بالطاقة لمدة طويلة دون الحاجة للكافين وهو مفيد كذلك في علاج عمراض الروماتيزم وأمراض النقرس ولا توقف أهميته على فوضه الصحية فقط وإنما له فوض جمالي أيضا على الشعر والبشرة حيث انه يحمى الشعر من الأضرار التي قد تلحق به من عام البيئية مختلفة ويعطى البشرة النضارة والجمال لغناه بالكثير من البوتاسيوم والماغنيسيوم والفيتامينات متابعين الكروم إذا نلع هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر